كما يمكن كابتان حسن كان بيتكلم على وجوده في نادي زمالك و لما أحرز هدف كان زعلان جدا ومدائي أنه هو أحرز ميلي زعلان يعني كان عشان بيحب الأهل وهو تربى في الآلف لما جاب جمعه أنت ما شفتش يعني تصريحات كابتان حسن في الجزئية دي أنه هو فكرة اللعيب لما يبقى منتقل من نادي النادي و لما يجيب هدف في النادي اللي هو تربى فيه تبقى مؤثر الكلام ده مش هيخش على جمهورنا الأهل وهو بيخسر نادي الزمالك يعني ملاش لازم خالص الكلام ده ولا هيقدم ولا هيآخر رفت بالك بس ده مشاعر حد تربخ نادي بس ده مشاعر دي رفت بالك يعني ما باقتنعش بيها لا بس إيه أنما يعني الحتة دي مش تاكل معه ولا هتاكل مع الناس أولا نادي الزمالك اداله فرصة كبيرة جدا تقريبا ما حدش خده ميسك مرتين نادي الزمالك كمدرب نادي الزمالك وقف معاه ساعة لما مشي من نادي الآلفة حسام حسن أكتر لعب نادي الزمالك وقف معاه حتت بقى أن انت عايز تغير فكرة وعايز توصل لحاجة معانا على حساب نادي الزمالك يعني مش حلوة بس أنا أقول لها حاجة بس أشكرا بس أولا أنا قلت الكلام ده كالترد الرجل تربى طول عمره في نادي الزمالك مش عايب على فكرة مش عايب بالتالي إيه المشكلة لما أنا أقول للجمهور أو أقول حاجة معلومة يا جوايا بس أنا لعب محترف أنا بجيبي جوان بس أنا لعب محترف ممكن حب نشوف في العالم كله اللعيب ممكن يكون مثلا بيلعب في برشولونة يروح ريال مدريد ويجيب جون في برشولونة ده عادي على فكرة يا فاروق الأمور بالنسبة لها تبقى هادية فإيه المشكلة لما أنا أصرح بحاجة زي كده عادي يعني بس أقول لك العقل مش معنا أن أنا بلطف الأمور يعني إحنا بقى إحنا عارفين وأخذ بالك يعني إحنا إيه؟ في المطبخ زي ما بيتقالي يعني وأخذ بالك فأولا كلام ما يخشش العقل أخذ بالك لأن حسام لو بصيت الهدف اللي حدته في الأهلي فرحته وفرحت الكابتن إبراهيم حتى كابتن إبراهيم راح على جمهور الأهلي هو أخذ بالك؟ امم مش هينفع أقول طبعاanced بأخذ بالك لا 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 ما كانش للجمهور لا كان للجمهور طبعا ما كانش للجمهور ولسما ح best dir للا للصحفيين طباستنى أوتستنى؟ استنى صرف يا أемонك طيب لما كان ماسكى مدرب لـ نادي الزمالك وراحلهم بالـ triます كانت برضو أنا مش فاكرة راح لجمهور الزمالك لأ formed راح لجمهور الأهلي ساعة لما كان ماسك الزمالك ما نساش أنا. لما كان ماسك الزمالك. ماسك التشيرت تعنادي الزمالك. وعملوا النادي الأهلي. بعد كده أمو أقدر روح بيه. لكن التشيرت الأحمر ده كان معاً. لا أنا ما ديش تخلب دي. أنا مش بتكلم عادي. أنا بتكلم لما كان ماسك نادي الزمالك. لما كان ماسك نادي الزمالك. أول موسم لي مع نادي الزمالك. ماسك التشيرت الأبيض راح للجمهور النادي الأهلي. واعمل لهم كده. تقريباً تعادل. تلاتة تلاتة. تلاتة تلاتة صعب. كان لابس أميس أبيض بس عملت كده. أميس أبيض وكان ماسك تشير طبعاً. عايزه هو ماسك الزمالك يروح يعني. طيب ماشي. خلاص. ما انت روح تقولت الجمهور الآن أنا زمالكاوي وبست الفانيلا. وبعد كده انت رايح لجمهور الزمالك وجمهور الزمالك حياك. يعني بلاش. تلأ وعدك. وبص أقول لك الحاجة. أولاً هو عارف إن أنا يعني إيه؟ لا بس بس احترامه طبعاً. أنا بتكلم كورة. أنا هو عايز ياخدها بشكل شخصي براحته. أنا بتكلم على حاجة حصلت قدامي قدام ملايين. فهمها مصدي؟ ما بحبش حتة تعارف اللي هو إيه؟ التنوع. واخد بالك. يعني أنت ممكن عايز تكسب جمهور الزمالك. الأهل مش عايبة على فكرة. وده ده حقك. أنت ممكن تطلع تكلم أن أنت أهلاوي وتربيت في نتيج. السورة. حتى لو جاءت للسورة. بس هسأله سهيل. أنا هتكلم بس في نقطة والله بجد النقطة دي. نت الزمالك عمله إيه؟ يعني إيه دايقه في إيه يعني؟ دلوقتي أصدق؟ لا في العموم. إيه إيه اللي هو عمل نت الزمالك؟ بالعكس نت الزمالك هو اللي خلاه مدرب على فكرة. وهو اللي هو وقف مع الناد. طيب بص دي؟ لا دي بعد ما عمل مشكلة مع نت الزمالك وجمهوره. يعني هو دلوقتي الراجل يعني. ما جاش دلوقتي وعمل. هو لأ الدنيا تقفلت في الناد الزمالك؟ كابتا حسام حسن مش مستني أندية عشان يدربها؟ ما بيمرر في كل حت؟ عفكرة حسام حسن مع احترامي ليه أكتر واحد برضو من المدربين اللي خدوا فرص في الجيل بتاعنا وفي الجيل اللي قبلينا. طيب وكان كل ماتش بيعملوا مع أهلي أو زي ما دي كان بأهي؟ مش قصدي. بص يا فاروق. انت ممكن يكون عفكرة مش عيب ان انت تطلع تقولي ان انا أهلاوي. دي حاجة ما تدركش خالص. واخد بالك بس ما تنفعش تلعب. اللي هو النهاردة انا نتزم الكاوي ونهاردة انا أهلاوي. واخد بالك نتزمالك على فكرة ده اللي انا عايز اتكلم فيه والله. مش بقولي عشان ما فيش حاجة. دي مكشرت اقدر بقى كتنا بقى. كتنا بقى. اقول يونس بقى عارب. كل الالوان. اقول الرجل خلي بالك لما يقولي مع فريق بيخلص له أول. دي أوكي على فكرة. طب هل فيه خلاف في النقطة دي؟ على فكرة انا لو ماسك اي فرقة هنتمي للنادي اللي انا مسكوا. ده شي طبيعي. بس مش هاجي على مكان. وقف معاك خلاك مدرب. لما كنت مشت في النادي. يخش انا سهلا ينور. يخش. استنى بس لما تقفل. نرح من نادل اهل الزمالك. نادل زمالك جمهوره وقف معاه. عمل بطولات معاه. الوحيد اللي خد نادل زمالك مرتين وهو مدرب. عايز ايه تاني. عملو لك ايه بعد؟ تمام.